تقدم حزب الوفد بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوز باكتساح في انتخابات رئاسة الجمهورية الفين أربعة وعشرين الفين وثلاثين كما نأه على تقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتولي زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم وأكد حزب الوفد تقته الكاملة في الرئيس السيسي الذي خاض العديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمية وشدد حزب الوفد على أنه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر كافة جهودها وإمكانياتها لخدمة الوطن والمصريين وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة ويجدد حزب الوفد التقاف الرئيس السيسي بما يبدله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد مما يتربص بها من مخاطر ترجمة نانسي قنقر